خريجيا انتظر العالم منذ عدة ايام موقف الحكومة الامريكية الجديدة تحت رئاسة دونالد ترامب من اتفاقية المناخ التي وقعت بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر من العام 2015 الا ان راد ترامب كان مخيبا للامل وفي هذا السياق نتابع التقرير الذي عد زميل عبد رحمة عدم رحمة ان الاتفاقية المنصوص عليها بتغيرات المناخية من قبل 195 دولة في المؤتمر العام حول المناخ 21 الذي جرى بالعاصمة الفرنسية باريس في العام 2015 يهدف الى الهد من ظاهرة الارتفاع العام للمناخ وبعد الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس الفرنسي اولاندا والذي جاء بعده ايمانويل ماكرون وترك باراق اوباما سدة الحكم الى الرئيس الخامس الاربعين من رؤساء الولايات المتهدة الامريكية دونالد ترامب والذي اعلن رسميا في الاول من يونيو خروج بلاده من هذه الاتفاقية المبرمة في باريس حول التغيرات المناخية التي تضم مؤظم الدول الصناعية السبعة وبعد هذا القرار اصارت المنظمة وتقلصت الى 194 دولة موقعة في اتفاقية باريس تاريخية هذه النوايا التي اظهرها دونالد ترامب في تقليه ان المنظمة لان ضئيس الجديد للولايات المتهدة الامريكية اصبح شغله الشاغل اعادة هيكلية امريكا وتحسين ظروفها من هنا حتى العام 2020 بما ان اتفاقية باريس قد انحت اعمالها في العام 2015 والتي قررت يومها في الهدي من الانبعاثات الحرارية وكانت الرؤية موحدة سواء لدى باراق اوباما والرئيس الحالي لانه شأن دولي اما فيما يتعلق بالقرار الاخير لدونالد ترامب في اقصاء بلاده ان المنظومة الدولية حول التغيرات المناخية تجأى 194 دولة في مواجهة دولة واحدة وهي امريكا ونذكر بان المعتمر الدولي الرامي الى اعداد مشرور ريو دي جيناريو المنأقد في العام 1992 يؤد ميلادا لاتفاقية اطار المنظمة الدولية حول التغيرات المناخية وبذلك فان اول معطمر اقد في المانيا منذ ذلك الاجتماع فان 196 دولة وقعت الاتفاقية في اطار الامم المتهدة حول التغيرات المناخية الذي يحدث الى تخفيط الانبعاثات الحرارية في العالم ترجمة نانسي قنقر